السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا في صحة وسلام وخير يا رب العالمين وجمعة مباركة علينا وعليكم النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن كلام مهم جدا بس قبل ما اقوله اللي عايز يتواصل معنا حيلائي كل طرق التواصل بالبنود بالخطوات بتاعتها موجودة في صندوق الوصفة اسفل عنوان الفيديو طيب احنا بقى النهاردة هنتكلم عن ايه هنتكلم عن فترة عصيبة شوية بتمر علينا الفترة دي الفترة دي اللي احنا بنمر بيها على فكرة عم علينا كلنا مش على ناس معينين عم على الجميع ليه؟ زي ما قالت الدكتورة حنان زينال الدكتورة اللي انا بعشقها جدا دي قالت ان في تحركات وتغيرات فلكية الفترة دي الشمس والزهرة دخلوا برج الحمل وعطارد دخل في برج الحوت والمريخ دخل في برج الجوزاء طبعا بتحركات الفلكية دي جماعة حاجات علمية يعني وكالة ناسة كمان بتتكلم فيها احنا دلوقتي مش بنتكلم في موضوع الابراج والتحليل الشخصية والكلام ده لا احنا بنتكلم على حركة فلكية فعلا بتحصل زي الخصوف والكزوف وكمان مش بنتكلم عن الابراج الشخصية كحوت او جوزاء او حمل لا عشان محدش يقولي طيب وفين مدار برج العقرب او العزراء لا احنا دلوقتي بنتكلم عن البروج الفلكية البروج اللي ربنا ذكرها في القرآن اللي هي بتدخل فيها الكواكب في مدارات وحاجات كده بمعنى ان من الاخر التغيرات اللي بتحصل بسببها هتكون عامة على الجميع مش خاصة بفرد معين ومش خاصة بشخصة مثلا في برج الحمل ولا بالحوت ولا بالجوزاء خالص هيحصل ايه بقى الفترة دي او بيحصل ايه بمعنى اصح احنا الفترة دي هنلاقي عندنا المشاعر فيضة جدا ورومانسية كمان زيادة عن اللزوم وفيها اندفاع رومانسية بمعنى ايه يعني بالنسبة للمرتبطين لو انت مثلا حبيبك ما بيتكلمش كتير او من الناس اللي هي مش بتعرف تغزل كتير هتلاقي نفسك بتصممي ان انت يلا قولي كلمتين حلوين دلوقتي انا في حالة جوع عاطفي قولي اي كلام وممكن الكلام بينكم يحصل فيه خناقة ويقولك ان مش فضيلك دلوقتي في حاجة تانية لو حد لسه منفصل من علاقة وليسه مجروح وكده حيلاقي نفسه عمال يدور بسرعة على اي حد تاني عشان خاطر الحد التاني ده يرويه عاطفيا والمشكلة ان الحد التاني اللي حيرويه عاطفيا ده ما هيصدق انه يضحك عليه ويقوله كلمتين معسولين كده عشان عارف ان الشخص اللي جاي ده هيتعلق بسرعة قوي فيه برضو مشاعر غضب واكتئاب وحزن هتلاقوا نفسكم فيه مشاعر كده غريبة عمالة تطلع وراء بعد وعمالين تفرغوا غزكم وزعلكم طول الوقت حتى لو على شكل عياض ومتبقوش عارفين انتوا متضايقين كده ليه طب هل انا مثلا عندي تغير هيرمونيا عندي اي مشاكل لكن هتلاقوا الكلام ده على فكرة مع كل الناس بس كل واحد بيترجم الزعل او المشاعر دي على حسب طريقته تمام كده طيب ليه بقى ان انت لما تكون في حاجة شديدة لكلام معسول من اي شخص عشان تتعلق بيه هيكون حاجة مش كويسة ليك لان وجود عطارد في برج الحوت بيسبب تهيك في المشاعر فبيخليك معمي شوية وبيخليك مش عارف تحكم كويس لان عندك مشاعر غير مستقرة فحتوصل لمرحلة مزيفة والمرحلة المزيفة هتروح لشخص غير مناسب والشخص الغير مناسب طبعا هيجدب عليك كتير حينصب كتير وحتلاقي بعد كده المشاعر بينك وبينه غير سليمة وغير سوية فابعدوا تماما عن اي تهور دلوقتي يا جماعة مهما اشتدت المشكلة او التعب اللي انتوا فيه عشان كده لازم الفترة دي نهدها كده ونروأ ونحاول ابدا يعني ان احنا ما نتهورش ما نتسرعش عشان فعلا كمان المشاعر دي مش بس حتدخلنا في علاقات غلط او مش بس حتخرب مشاعرنا مع الناس اللي بنحبهم لأ كمان حتمتد للعلاقات الاسرية وكمان حتمتد للمجالات التانية في الحياة زي مثلا انضاء العقود انت دلوقتي حتموت على وظيفة او انت نفسك تشتغلي من زمان ممكن فجأة تلاقي نفسك عايزة تقبلي باي شغلانة قدامك او تروح تقدمي في اي حاجة او عايزة تمضي عقب او عايزة اشتري شقة عايزة اشتري عربية عايزة اشتري موبايل بلاش يا جماعة الفترة دي خالص اي حاجة فيها امضة اي حاجة فيها دخول لمشاريع في علاقات في تصريحات وقفوها الفترة دي بس بس يعني فيه كمان مشكلة تانية بموضوع التصريحات يعني ايه تصريحات يعني هنلاقي نفسنا صرحة زيادة عن اللزوم فحاجات احنا المفروض ماينفعش نفضحها عن نفسنا لان احنا لو قلناها عن نفسنا هتنزل قوي من بريستيجنا قدام اللي احنا بنحكيله يعني ايه يعني انت مثلا قاعد كنت زي ما حصل مع حد اعرفه هو فجأة حس كده انا عملت غلط كتير زمان وعملت حاجات مش كويسة زمان والشخص اللي انا بحبه ده او امي او ابويا او اخويا او حبيبتي او ايا كان لازم يعرف الماضي ده طب يا ربي انت انت ربنا سترك يعني انت ربنا سترك فانت دلوقتي تروح تحكي عن نفسك ليه لا انا حاسس ان انا لازم اقول اي حاجة دلوقتي عشان ما ينخدعش فيه فيروح يحكي كل حاجة حصلت في تاريخ حياته القديم برغم انه اتغيره بقى احسن وبقى افضل من الاول ويروح يفضح نفسه ناس تانية مثلا كانت بتتكلم على حد وحش وحسوا فاجأة بتقنيب ضمير برغم ان خلاص يعني الموقف عدى وصلحوا علاقتهم مع الشخص ده وبقوا بيجيبوله هدايا او يعني ايا كان حسنوا العلاقة باي شكل من الاشكال وفاجأة راحوا يا جماعة احنا من اربع سنين ولا من ثلاث سنين كنا بنقول عليكم كذا وكذا وكذا فخلي بالكم التصريحات دي ملهاش اي علاقة باللي احنا فيه التصريحات دي دي حاجة مندفعة جوانا ففكروا كتير قوي قبل اي كلمة انت حتقولوها في حاجة كمان بالنسبة للمرتبطين مثلا واحد شايل من حبيبته او حبيبته شايلة منه في حاجة فجأة على فاكرة فاكر الموقف الفلاني اللي انت عملته من عشر سنين لسه لغاية دلوقتي مدايقني وانا شكا ان انت ممكن تكون بتقرروا تاني وهكذا من افتعال المشاكل فخلي بالكم برضو مفيش داعي ان انتوا تصرحوا بمشاعر حقيقية سلبية يعني هي مشاعر حقيقية فعلا لكن هتودي في دهية فبلاش تتكلموا في امور لا يجب الكلام فيها لانه هيكون فيها تجريح كبير جدا للطرف التاني لازم زي ما قلت تفكروا كويس قبل ما تتكلموا لان الكلام هيكون مش مرغوب فيه واحتمال يبقى فيه شوية كده الفاظ مش تمام لازم كمان تستخير كويس قبل ما تعمل امضة لأي عقد او قبل ما تشتري اي شقة او عربية او اي حاجة او قبل الدخول لعلاقة جديدة لو انت منفصل او لو انت سنجل او قبل ما تدخل اي مشروع لان الاختيارات هتكون غير موفقة الفترة دي بسبب الاندفاع ولو انت بقى يعني مصمم قوي تواجه حد معين بحاجة تشيلها جواك وخلاص هتموت وتقولها يا اما تتخاطر معاه عشان ما يحصلش صدام مباشر بينك وبينه يا اما تكتب ايه لجواك في ورقة فرغ مشاعرك كلها بالكتابة احسن ما تفرغها فيه هو شخصيا لما هتفرغها بالكتابة هتهدى كمان عشان نطلع بقى من الفترة دي على خير ان شاء الله يفضل ان احنا نتقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالذكر وبالاوراد وبالصلاة الاوراد بقى اللي انتوا تحبوها دي مفتوحة ليكم قدر الاستطاعة كمان يفضل الفترة دي ان احنا نقطر جدا من شرب المياه لان شرب المياه بيعمل على تنقية الهالة وتنظفها وكمان يفضل قوي عشان تبقى الحكاية مية مية تقروا عليها الفتحة سبع مرات واسم الله الودود سبعين مرة ممكن تقولوا يا ودود او الودود وكمان تقولوا سبحان الله السلام سبعين مرة كل دا يتقرى على المياه اللي انتوا هتشربوه ممكن بقى تقروها على ازازة وبعد ما تشربوا الازازة سيبوا حبة شوية في الآخر حبة يكون لسه مقري عليهم وبعد كده عبوا تاني الازازة فلما هتعبوا تاني الازازة بمياه على المياه المقري فيها هتلاقوا انه مش هتحتاجوا تقروا تاني لانه خلاص الجزء المقري فيه اندمج وامتزج مع المياه الجديدة اللي دخلت فيه وممكن كمان تخلوا البيت كله يشرب من المياه دي يكون أفضل هتلاقوا نفسكم بدأتوا تهدوا كده وترتاحوا خالص من جوا التغيرات الفلكية دي بقى هتفضل مستمرة لغاية بالنسبة للي بيسألوا على كورس جذب توقم الروح الكورس ده مهم جدا يا جماعة لأي حد عايز يجذب توقم روحه ويدمن علاقة زوجية مستمرة لأن الكورس ده مش بس عشان تجذب توقم روحك وتقعده جنبك لأ عشان كمان يتجوزك الموضوع ده داخل في الارتباط والجواز بشكل رسمي تمام وكمان عشان يضمن لك جواز ناجح وجواز مستمر إن شاء الله ما فيهوش أي مطبات صعبة تؤدي إلى التلاق طبعا ما فيش حاجة اسمها حاجة من غير مشكل تماما لكن في حاجة هتخليك في الكورس ده تعرف إزاي تتعامل مع توقم روحك وإزاي هو كمان هيتعامل معك الكورس ده حيبقى شامل طرق عقلية وأكاديمية وعلمية وكمان أوراد خاصة به هتتعمل في رمضان فقط طبعا سلوب الجذب والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها في الكورس لها مراجع من دكاترة معروفين هنحط لكم برضو المقولات بتاعتهم والكلام بتاحهم باسمهم مكتوب عشان لو حابيتوا ترجعونهم في أي وقت الحاجة الثانية إنه يفضل عمل برنامج الجذب توقم الروح في رمضان لأن رمضان معروف إن الطاقة الروحانية فيه بتكون أعلى ما يمكن وبتكون أغلب الشكرات بتاعتنا مفعالة فبتكون قدرة الجذب فيها أعلى حتى زي ما احنا عارفين بتكون فيه ليلة القدر وطبعا ليلة القدر أنتم عارفين برضو بيكون فيها استجابة واسعة للدعاء فشهر رمضان يا جماعة فرصة لا تعود اللي عايز الكورس ده يقدر يتعامل معانا من خلال الإيميل أو النمراء يسابهم هنا في التعليق لو مش عايز الإيميل أو النمراء بتوعك يتحطوا هنا ممكن ببساطة جديدة أن أنت ترسلنا على الإنستجرام أو ترسلنا على الإيميل اللي حزر أمامكم على الشاشة دلوقتي وبرضو هحط الإيميل في صندوق الوصف تمام؟ الحاجة التانية إن شاء الله الكورس ده ناس بتنجاحه يعني أنا بدون مقطعة يعني 90% لأن في ناس كتير جربته وإحنا أساسا مواخدينه من الناس اللي جربته تمام؟ يعني هو أغلب الكورس من ناس متعلمة فعلا الموضوع ده وهما دلوقتي متجوزين ومخلفين فعشان كده إحنا بنقول لكم إن شاء الله هتفرحوا به بس فيه نقطة إنه فيه ناس بيقولوا إحنا من أمريكا ندفع إزاي؟ يعني هل هيبقى فيه فرق عملة وكده؟ لا يا جماعة الكورس ب16 دولار لكل أنحاء العالم إحنا مش بنعمل تفرقها يعني مش عشان أنت قاعد في بلد غنية مثلا أو بلد أوروبية حنخليك تدفع أكتر لا إحنا مخلينها 16 دولار للجميع وبنسبة للمصريين طبعا 16 دولار تقابلها 250 جنيه إزاي بقى تدفع؟ يأما عن طريق البنك يأما عن طريق وسترن يونيون يأما عن طريق لو أنت جوا مصر عن طريق اتصالات كاش وممكن تبعث على اتصالات كاش من فودافون كاش أو من فوري عشان فيه ناس بتقول طب إحنا فودافون كاش هنتفع لكم إزاي؟ لا عادي اتصالات كاش بتستقبل من كله ده كل حاجة بالنسبة للنهاردة أتمنى أن الحلقة فعلا تكون أفادتكم ومعاليش أنها بتتكلم بسرعة بس حبيتها لحق الموضوع رغم أنه هو المفروض كان يتقل من زمن بس لسه مكتشفة والله وأتمنى فعلا أنه لو عجبتكم الحلقة تعملوا اللايك حلوين أمورين وبالنسبة للزوار الجدد لأعجبكم محتوى القناة وحبي تتشرفوني فيها ما تنسوش بقى الاشتراك وتفعيل زوار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد سلام عليكم